أعلن البنك والأهلية الكويتي عن نجاح حملية إصدار سندات رأس مالية من الشريحة الثانية وبغيمة 50 مليون دينار تتحق بعد 11 عاما وقابل الاسترداد بعد 6 سنوات وقال البنك الأهلي في بيان له على الموقع الألكتروني لبورصة الكويت أن السندات تم منحوهات في تصنيف سندات مساندة غير مضمونة برتبة ترابل بي من قبل كابيتل انتليجنس وأوضح البنك أنه قد يقوم فور إصدار السندات أو في أي وقت لاحق بإدراج تلك السندات في بورصة الكويت أو في أي سوق أوراق مالية أجنبية